السلام عليكم ورحمة الله مرحبا في القناة الأولى هذا هو مرحبا الذي يتساعدني أولاً أولئك أولئك نرى هذا الامتحان والطريقة على إجابة كيف تكون في الامتحانات وكما ملاحظوا عن ما الأسئلة تكونوا بحال بحال من الجانب التطبيقي من الجانب النظري الأستاذ على حسب ذلك الشيء اللي يركز عليه يقتل يسول على ذلك الشيء اللي قرره هو أو لشي تعارف بالنسبة لهذا الامتحان لا يجب فيه 20 تبارك الله لا أعرف ما طالب أو طالبة و هذا هو أول فونتاج الذي كان عن تسحاب دراسات الليسانية يعني كان إمكانية أنك تجيب حتى العشرين أو العشرين لذلك الذي تطبيب إنما الناس الذين يدعون التطبيق ستكون قليلاً صعبة القضية الماكسيما تستطيع أن تجيب 16 أو 17 حسناً السينتاكس السينتاكس لحدي لهذا الطالب أو لها الطالبة درو أما فريز ماركر يعني كندرت واحد المسألف أو الفونولوجي كندويت على هذو 3 diagrams كندرت واحد The committee discussed the treaty for the prohibition of nuclear weapons يعني هدي خصنا نفصلها و ندير لها السينتاكس لياله 3 diagram أوكي أوكي نعرف إن غنجوك إذا كانت تكون معي المتحان أنكم تشتغلوا عليه و نشوفوا تصحيح من بعد question number 2 Do the bracketed words in the following sentence form a constituent Use at least two constituent structure tests تشتغلوا مع الأسيدة ديالكم اللي وصلوا معهم الناس التالت Syntax To account for your answer Use at least two constituent structure tests to account for your answer أو sentence عن بي The child slipped into the closet و هذا هو into the closet And here you have to answer Next What are the two immediate constituents of the sentence below إشنا ما الimmediate constituents of the sentence below In this place of the garden was buried the body of the victim إشنا هو الfirst immediate constituent يليس سبجيكس و إشنا هو الsecond immediate constituent ليسوا the predicate phrase ندوز الجانب ديالفونتكس فونتكس أسهل ما يكون في الامتحان هي هذه فونتكس أو three diagramming ديالسينتاكس List the ways in which the members of each pair of each pair بفا يعني فين كالاختلاف ديال هاد في كل جروب هنا هيا كيفاش تختار فوما بضياتهم هالشي سان فونتكس رم خاص نضيعه فيها النقاط حتى هي عيم بسألة تحفظ description تع كل لاتر أو كل هاد السوتره هو دك أ أ اللي تنجيب في T بحل بأم 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 هاد رابط ولكن انتق بأ هاده وصل تأ كيف العربية بحل امرأة و هادراه ه sound ب عندي م وو هادو ثاني ثم eliminate the segment which doesn't belong to the group يعني segment شي حاجة ولا sound لما تنتميش للمجموعة خاصة نكتشفه ونحيده و بعد نديره explaining of our choice يعني عندي هنا في جروب ديال م ج ز ر ل عم طريقة النطق تنتبه لنا ولي ما دخلش معاهم في الجروب ب عندي ل ز ر نكتم نكتش or the last question for each group add the segment which is missing and define the group يعني ف هاد القروبات هنا عن كينين هما القنسوننس وما الاصوات كاملة تكونوا في جروبات وكي تكون مجموعة مثلا و ب وزيد شي حاجة أخرى هنا ستكون معطيها هم واحد الاسم انا شي يكونوا بالتال ولا ولا وثبا عندي يقولوني ش..ج..ج..ش.. وما لا يجب أن تتحسين مع هذا المتحان هذا هو المتحان دعكم فرصة ووقت أن تجاوبوا لي قبل أن نشر حقا ونرى هذه الطالبة وتبارك الله جهب عشرين ما فيها إكسلنت كاتبير أستاذ الله يعطيكم الظهار لها أتمنى لكم التوفيق